السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنسمع القصة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من ناقة كانت ترعى مع الجمال و كانت قطعة طرق و كانت تسارى كانت ترعى مع الجمال كانت معاهم وحد مرأة كانت ترعى معه بينناقدي النبي صلى الله عليه وسلم هم يجرؤوا تذيك المرأة اللي كانت معاهم تايم ما جرؤوا هاتهم غادين داهم والناس ضرباتهم الفيقاء قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسول صلى الله عليه وسلم يشوف اربعات اتجاهات في مكة توجد شمال جنوب الشرق الغرب منين نزود الناس يفكروا مزيان اشنو غنديرو ما اشنو غنديرو المهم ادوك شفارات المغادين نضربوا واحد المسافة طويلة سلط عليهم الله سبحانه وتعالى النعس يجب ان ينعسوا شدو اذيك المرأة ربطوها شدو الجمال ربطوهم ملينا ربطو المرأة ربطو الجمال نعسوا المرأة بدأت تتحرك فكات راسها ملي فكات راسها مشيت لعند جمال الجمال اللي حطت عليه يديها يغوت كيغوت 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 كتقولي فهمتي المرأة كتقول يا ربي عما يفقوش هدو حت لمشى وتفقق ولقاوها بانه تفكات وبغت تهرب قادين قتلوها وقعت وكاك 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 حتا مشيت لناقة ديه النبي صلى الله عليه وسلم ديك الناقة ديه النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القسواء ربما ربما اسمت القسواء مرأة مشيت للناقة مستعتها مغوت اسمه والو فكاتها فكاتها ركبت عليها تمت غادق النقاق حافظت طريق تمت غادق كتجري لمرأة شدو قالت؟ قالت يا ربي يلا فكسيني من هاد المشكل هادا ندبح لك هاد الناقة هادا تمت غادا يالله 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 شوية العرب شافوا شافوا المسلمين شافوا الناقة ديه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جاياك يقولوا هاي القسواء جايا هاي القسواء جايا رجعت هي والمرأة الحمد لله وراتهم تجاه اللي كانوا فيها هذوك خياتنا هذوك قطع الطرق المهم من لي جاءت المرأة قالوا لي على اسلامتي كدك الشي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وتعطيني الناقة قال لي عليش؟ قلت لي انظرت الله عز وجل بأنه الى نجاني من هاد قطع الطرق هنضبح لي هاد الناقة دي قال لي لا قال لي هاي بئسة ماجة زيتيها قال لي بئسة ماجة زيتيها قال لي هاد النادر لا يمكن له هاد النادر بحل شي واحد قال يا ربي إلا عطيتيني كده كده نعطيك نهدي لك الدار دي الفولان لها هاد النادر قال لي هاد النادر قال لي هاد النادر قال لي ها ندرك مرضود عليك واناقا تبقى وهذا مكان بالتأكد